السلام عليكم ورحمة الله معلومة صحية على السريع والنهاردة هنتكلم مع بعض عن اهم اربع مشروبات صحية هتساعدك على التخلص من سموم جسمك ولكن الاول ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة اسرتك طبعا المشروبات دي هتساعدك على طرد السموم من جسمك من خلال تحفيز عمل الكليتين وطرد السموم من خارج وداخل الخلايا من اهم المشروبات الصحية اللي بتساعد على التخلص من سموم الجسم الليمون عصير الليمون طبعا وده لان الليمون يعد احد المكونات الاساسية والاكثر شيوعا في مشروبات التخلص من السموم الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الاكسادة التانية وكمان بيساعد على تعزيز المناعة وبيحافظ على صحة اللثة والعزام والجلد وطبعا يفضل انك ما تغليش الليمون عشان تحصل على القيمة الكافية والقيمة بتاعت الليمون بصورة كافية فيفضل ان احنا ما نغليش الليمون من المشروبات الاخرى عصير النعناع والخيار وده طبعا لانه بيساعد على التخلص من السموم بيساعد على الحفاظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم وطبعا ده عن طريق ان احنا بنعمل بنخسل سمرتين خيار ونقشرهم ونقطعهم مع ثمرة من الليمون مع شوية ورق نعناع ونخلطهم ونشربهم بالهنة والشفا من اهم المشروبات الصحية الاخرى اللي بتساعد على طرد السموم من الجسم ماء جوز الهند وده طبعا ليه دور فعال في ترتيب الجسم بما في ذلك طبعا البشرة والشعر عشان كده من الافضل انك تحصل على ماء جوز الهند مع بعض النعناع المفروم وكمان تضيف عصير نصف ليمون عليه علشان تاخد الفائدة الصحية كاملة من اهم المشروبات الصحية اللي بتساعد على طرد السموم من الجسم بذور الشيا والصبار وده طبعا عن طريق ان احنا بنضيف لليتر من الماء نصف كوب من عصير الصبار ومعلقة صغيرة من بذور الشيا ونسيبهم كده عشر دقايق وبعدين نعصر نصف ليمون عليهم ونشربهم بالهنة والشفا واحنا اتكلمنا في فيديو خاص عن بذور الشيا وعن فوائدها الصحية التي لا حصر لها والفوائدها الصحية السحرية هسيب لكم لينك الفيديو بذور الشيا ولينك فيديو برضو عصير الليمون وفوائده الصحية اللي كلنا ما نعرفش كتير عنها فيبقى احنا النهاردة كلمنا مع بعض في الفيديو المميز ده عن اهم اربع مشروبات صحية هتساعدك على التخلص من سموم جسمك بطريقة صحية وكمان في البيت وعشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة اسرتك لازم تتابع قناة محتوى احترافي وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وتعليقك هيوصلك الفيديو اللي جاي اسرع وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله